الطائفية ذلك الداء العضال الذي ينخر جسد العراق منذ الاحتلال الامريكي الايراني في عام 2003 حيث صرفت المليارات وازهيقت الارواح لاجل تمزيق الشعب العراقي واضعافه وتفكيك تركيبته الاجتماعية وبالتالي السيطرة عليه ونهب خيراته ومن هنا ايها الاخوة يسعى القائمون على هذه الندوة الى تعزيز بناء المجتمع العراقي والتصدي للاثار الكارثية التي نتجت عن الطائفية المثاق الوطني العراقي عقد ندوة تحت شعار الطائفية واثارها التدميرية في المجتمع العراقي بمدينة اربيل حيث ناقشت الندوة التي شارك فيها عدد من الكتاب وشخصيات العامة العراقية الاثار الخطيرة للطائفية ودورها في تشويه وتهشيم روابط المجتمع العراقي النظام السياسي الذي تسلم زمام السلطة منذ الاحتلال الامريكي للعراق يعد هو الراعي للطائفية بسبب اعتماده على احزاب تقتات على التحريض الطائفي لضمان بقائها في السلطة بحسب الهيئة العليا للميثاق الوطني العراقي الاحزاب الفاسدة والميليشيات المتنفذة عملت وبشكل منظم وبتخطيط ورعاية ايرانية على تأجيج الطائفية والسعي لاستمرارها الا ان ثوار تشرين اثبتوا من خلال رفضهم لتلك الاحزاب بجميع مسمياتها ان ثورة تشرين نبذت الطائفية من غير رجعة العراق بما يملكه من مقومات اقتصادية وسياسية واجتماعية وشعب يعتز بتاريخه اثار قلق بعض دول المنطقة لاسيما ايران التي ساندت الاحتلال الامريكي بكل ما تستطيع حيث استهدف العراق بالمشروع الطائفي وبمخططات دولية واقليمية لضمان السيطرة عليه واضعاف دوره ذلك ان تعافي العراق ونهضته تفشل كل المخططات الرامية الى تفتيت المنطقة